في تصريح جديد ومهم من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال لك الاستثمارات الاجنبية المباشرة دليل على فقة المستثمر في مصر والمستثمرين فاهمين ان ازمة الدولار عابرة وبيأتي تصريح رئيس الوزراء المصري ومصر بتعاني من ازمة طاحنة للدولار وده من بداية الحرب الاوكرانية الروسية الاخيرة والتداعيات اللي حواليه ودي تصريحات تلفزيونية وعلشان تبقى عارف مصر حررت عملتها 3 مرات من مارس عشرين اتين وعشرين طبعا انا مش هقولك ان فيه احداث حوالينا كتير بس القادم افضل بإذن الله والامين